موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم حبيبيتي امنين ايه النهاردة عندنا فكرة حلوة هنعمل ايس كريم بالشوكولاتة فكرته سهلة وبسيطة جدا وماء ديره موجودة عندنا في البيت مش هنكلفنا كتير يعني طبعا اول حاجة احنا عملناها مع بعض في الفيديو سابق اللبن المكسف المحلة وحنجيب كوباية كريم شانتي ونصف كوباية لبن وطبعا نصف كوباية من اللبن المكسف المحلة ومعلقتين كاكاوة كبار كاكاوة خام هنبدأ بقى في بولا كده هنحط كوباية الكريم شانتي عليها نصف كوباية اللبن كوباية كريم شانتي كبيرة عليها نصف كوباية لبن واللبن يبقى سائع من التلاجة هنضربهم كويس كده بالمضرب مع بعض وبعد كده هي الكوباية دي الصغيرة دي بمقامت يعني نصف كوباية يعني دي تعتبر نصف كوباية يبقى كوباية الكريم شانتي عليها نصف كوباية لبن سائع ضربناهم كويس او بالمضرب او في الخلاط برحلة خالص منزلنا عليهم نصف كوباية من اللبن المكسف المحلة اللي احنا عاملينه طبعا مع بعض في فيديو سابق مش هنشتري اي حاجة من برد وحنضربهم بردو كويس كده مع بعض بالمضرب لغاية ما يمتازي كوب كده مع بعض طبعا الكريم شانتي لما ضربناه عالي كده فمش عايزة بردو اعمل بالمعلقة لا لازم اعمل بالمضرب عشان بردو يبقى عالي معي كده وما يهبطش اضرب كويس كده عشان اللبن يعني اختلط مع الكريم شانتي بالطريقة دي فكرته سهلة بسيطة جدا وهيجبكو هيجب الاولاد ومش هيبقى كله تلجي كده زي اللي احنا بنعمله اللي كنا بنعمله في البيت يبقى نلاقيه كله تلجي لا كاين الجابا من بره بالزبط وهحط بعد كده معلقتين الكاكاوة الكبار كاكاوة خام من عند العطار هحط معلقتين كبار وانا انا النهاردة هعمله طبعا بالايس كريم الشوكولاتة ان شاء الله مرة جاية هعمله لكم بطعم مختلف يعني بازن الله هقلب كده بقى يعني ايه من بره الجوه من بره الجوه كده عشان ما يهبطش معايا كده ويبقى عالي زي ما هو وبعد كده برضو هطربهم بالمضرب بس انا يعني بدخل بس الكاكاوة فيها كده وبعد كده هطربهم بالمضرب برضو مع بعض لغاية بقى ما الكاكاوة تتجانس معهم كلهم بالطريقة جي كده هيعجبك ان شاء الله و هيعجب الاولي بازن الله هندربهم بقى مع بعض بالمضرب كويس جدا لغاية مقن مقادير كلها تختلط مع بعض بالطريقة جي كده ما اخدش معانا وقت هو الوقت اللي هياخده بس في الفريزر لما نحطه في الفريزر هياخد وقت شوي زي ما انتو شايفين اهو ضربنا المقادير كلها كده مع بعض عندك بقى علبة اي علبة موجودة عندك هنحط فيها بقى الخليط كله كده على بعضه وبعد كده هدخله في الفريزر هنزل الخليط كله كده في علبة هتكون محكمة الغلق يعني هنقفلها عشان طبعا ما ياخدش اي ريحة من التلاجة او ريحته تختلف يعني لازم تبقى مقفولة او واطشها بورق آآ استريتش افنها كويسة وهو هدخلها بقى في التلاجة الخطوة اللي جاية هي هتدخل في الفريزر كل ساعتين هطلعها من الفريزر وحضربها ضربة بالمضرب وهدخلها تاني كل ساعتين بالزبط هطلعها من الفريزر وحضربها بالمضرب ضربة برضو خفيفة وهدخلها تاني الفريزر يعني هتوعد معي كده حوالي تمن ساعات تمن ساعات في الفريزر طلعي تهيب الشكل ده طبعا مش متلج ايس كريم مش متلج كريمي كده وجميل يعني وناعم كده زي بتجيبيه من بره بالزبط. مش متالك كده وكله تلجي لأ. زي ما انتو شايفين قدامكم. كل ساعتين طلعتوا من الفريزر اضربوا بالمضرب ودخلوا تين. لغاية ما كامل معي كده تمن ساعات وبقى جمد معي وبقى بالشكل اللي انتو شايفينه ده. طلعتوا بقى من الفريزر وحط شيف كسات بقى. وقدمي. الطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجب اتجرب بيها. كده بالطريقة اجي كده. عندك معلقة ايس كريم بحتغرفي بيها عن معلقة عادية ما فيش اي مشكلة خاطئ. المقادير طبعا كده سهلة معينا وموجودة عندنا وما كلفتناش كتير يعني. عايزة انت تزوجي الشوكولاتة فيه هتتزوجي الكاكاوي يعني هتحطي حوالي تلات معلق كبار. لو عايزة اغمق من كده يعني عشان انت بان فيه قوي الشوكولاتة هتحطي تلات معلق كبار قلمة اربع معلق حسب زوءك يعني براحتك خلص. انا كده عاملة شوكولاتة خفيفة يعني مش عملها تقيلة فحطة معلقتين كاكاوة خيمة. بتجيبيها من عند العطور مع الكريم شنطية. بالطريقة دي اهو حطيته في الكاس وبقى بالمنظر ده قدامك. سهل وبسيط وطعم جميل وكريمي خالص مش كله تلج ولا حاجة ومش سقع قوي على الاولاد. هيعجبك ان شاء الله جربيه. وبالهنة والشفة. تنسيش بقى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان